قلت أزون خزانة في نفس اليوم كان طرح وصلت أزون خزانة إلى 20% وبالتالي بقى فيه مبرر عند المستثمرين الأجانب أنهم يعودوا مرة أخرى ويدخوا فعلاً عادت بعض أموال التحويلات المصريين كانت طبعاً في عدم ثقة نتيجة للفروق ونتيجة دخول المضاربين فبدأت تدري جياً تعود في نفس هذا التوقيت الدولة تدخلت للإفراج عن السلع فكل ده تزامن في نفس التوقيت كل دي علامات إيجابية وجيدة بتبين أن مصر بتعود إلى الاستقرار وهنا عايز أقولك يا سيد مصطفى حاجة مهمة جداً مصر غنية جداً بصرواتها ومواردها القضية هي إدارة هذه الموارد الإدارة الاقتصادية والبعض الاقتصادي اللي غائب في الإدارة من 70 سنة يعني أنا بدرس للطلبة ومعانا مجموعة من الاقتصاديين اللي على مستوى عالي أساس الاقتصاد في كل حتة والبراكتشنرز اللي بيشتغلوا في أرض الواقع إحنا نقدر نسبت أنه من 70 سنة من أول صورة 52 البعض الاقتصادي لا يؤخذ بيك اتخاذ القرار حتى لما بنتكلم على استراتيجيات إحنا هنتبعها هذه الاستراتيجيات لا تكون مدروسة ولا لما كنا يعني مثلاً على النهاردة باتكلم على التصدير مش أنا حطت هدف المئة مليار دولار تصدير طب هو التجارب اللي قبلنا هي ليه حطت استراتيجيات التصدير كمحرك للنمو وإنها تتحقق معجزات اقتصادية إيه العلاقة بين التصدير والمعجزات الاقتصادية العلاقة هنا هي إن التصدير هو مفتاحك للتنافسي يعني أنا النهاردة لما أجي أقول إيه يا مصر بتتميز بإيه يعني حسأل هذا السؤال ببساطة شديدة النهاردة مصر بتتميز بإيه في علاقتها بالعالم الخارجي مشاركتنا في التجارة الدولية الأقل من واحد في المية بوينت نص فهنا أنا معناه كده إيه إن أنا مش قادر أنتج ونافس دول أخرى معي إن أنا عندي كل القدرات إن أنا حقق هذا طب ليه الاتجاه التصديري؟ الاتجاه التصديري إن أنا لما أبتدي أقول طب أنا إيه اللي أقدر في الفترة اللي جاية دي أحط هدف أنا في الست شهور الجاية في السنة اللي جاية إيه الصناعات اللي أقدر أصدرها فورا وبكميات كبيرة جدا إحنا كاقتصادين عندنا هذه الدراسات وطالبنا بكده من كتير عندنا الملابس الجاهزة بأصدر بـ 2 مليار أقدر إنو تايم أرفع دال 30 مليار أشوف الرقم عندي الصناعات الغزائية حققت فيها تقدم كبير جدا يعني أنا النهاردة ما أكون الحمد لله بصدر خضار وفاكهة وسلع زراعية وصلت في آخر رقم إلى 3 و3 من 10 مليار دولار لازم يا أستاذ مصطفى قدام ده أكون بصدر صناعات غزائية إضرب في 10 يعني بقى 3 و3 من 10 إضربها في 10 بقى 33 هل أنا بصدر صناعات غزائية بـ 33؟ لا في فجوة عندي هنا يبقى ده متغير آخر الصناعات الجلدية الصناعات الأساس كل ده عندي فيه مزايا نسبية كبيرة جدا هل أنا باستغلها لإجابة لا؟ ما الأسباب وراء ده؟ الاقتصاد التصديري بقى أهميته إيه؟ أهميته إن أنا بحط التكلفة بتاع دول العالم أنا أقدر أن تجب التكلفة أقل طيب زي أدعم هذا الانخفاض في التكلفة والقدرة التنافسية؟ هنا بقى تيجي السياسات هنا تيجي دور الدولة سياسات مالية نقدية تجارية طيب هنا بقى في حاجة مهمة جدا أنا بهاتي فيها بقى لي سنين أهم سياسات اقتصادية كلية هي المالية اللي هي الضرائب والانفاق العام نقدية اللي هو البنك المركزي وسعر الفايدة وسعر الصرف فيه بقى سياسة منسية في مصر خالص اللي هي التجارية اللي هي هي هيكل الجمارك بتاعك للسلع وهنا بقى بيجي حاجة مهمة جدا لما أنا أقول مثلا أنا في مصر حددت صناعات بذاتها وقدر ومحددة الرقم اللي أقدر يزود بيها الصادرات لازم أسأل مين اللي هيزود الصادرات دي مصانع كبيرة متوسطة صغيرة موجودة فين؟ فين بقى ظروفها اللي هي تخليها تقدر تصدر؟ هنا بقى بيجيدي متغير مهم جدا لازم يدخل عندك اللي هو التكنولوجيا لو ما كانش عندك تكنولوجيا وقادر على استيعاب التكنولوجيا احنا بازلنا جود كبير مؤخرا في أننا البحث العلمي يبقى متصق مع الصناع وهدف لكن ما زلنا أقل مما يجب بكثير وعشان كده التنافسية لسه أقل العمالة ومهارة العمالة والتدريب كل ده غاية غاية في الأهمية لكن هل أنا أقدر أقول كده دعم الصادرات اللي بيتعامل دلوقتي واللي بيكلف ميزانية الدولة أكتر من 30 مليار جنيه مصري هل هو لما أجي أقول أي واحد يصدر تعالى أخذ دعم الصادر صحيح أي سلعة طب السلعة اللي بتصدرها دي متصقة مع مزاياك النسبية طب أنت بتنتجها برشد اقتصادي يعني بتحقق لك أنك مواردك دي بتستغلها لاستغلال الأمسة عمر ما فيه دولة عمل ازاي اللي احنا بنعمله احنا بناخد قرارات بدون أن تحكمنا رؤية الرؤية وراء التحرك للتصدير مع زيادة المكون المحلي اللي هو بنسميه مجازاً إحلال الواردات مش القضية أبداً أوقف الواردات بالمرة يعني الناس فهمة من إحلال الواردات ده يعني أن أنا أناقص الواردات على فكرة الصين أكبر دولة مصدرة في العالم وتاني أكبر دولة مستوردة بمعنى أنه مش القضية قضية أن أنا ألغي الواردات ولا أقللها القضية قضية مواردك الموجودة عندك تستغلها لاستغلال الأمثل وحضرتك بتعمل كثيراً